سجود السهو من حيث العدد سجدتان سجدتان الإنسان إذا أراد أن يسجد السهو يسجد سجدتين السجدتان فيهما التسبيح فقط سبحان رب الأعلى سبحان رب العالم فيهما التكبير في أولها وفي آخرها يقول الله أكبر الله أكبر في الخفض والرفع الأمر الثاني بالنسبة لسجدتي السهو من حيث الموضع والمكان إذا كان هناك نقص في الصلاة فقبل السلام على الراجح من أقوال أهل العلم وإذا كان في زيادة في الصلاة فيكون بعد السلام فإذا سجد بعد السلام سجد سجدتين ثم سلم مرة ثانية من دون تشهد من دون أن يأتي بالتحيات ولا بالتشهد الأمر الآخر بالنسبة لسبب سجود السهو إما نقص وإما زيادة وإما شك أما النقص فكأن ينقص شيء في الصلاة من واجبات الصلاة مثل ينسى التشهد الأول ويقوم يتلبس بالركن ما يرجع إلى التشهد الأول لأن الركن أقوى فيستدرسه قبل السلام أو مثلا ينسى قول سبحان رب العظيم على قول من يذهب إلى وجوب التسبيح في الركوع والسجود أو يقلب مثلا بدل ما يقول سبحان رب العظيم في الركوع يقول سبحان رب العلا يستدرسه قبل السلام أما إذا كان زيادة كأن يزيد مثلا ركعة كاملة نسيان طبعا من دون تعمل أو يزيد سجدة ثالثة أو يأتي بركوعين مثلا فهذا يسجد بعد السلام على الراجح من أقوال أهل العلم على الراجح من أقوال أهل العلم بالنسبة للمصلي أخت الفاضلة إذا نسي ركنا من أركان الصلاة ما يجبره بسجود سهو وإنما لا بد من أن يأتي به ثم يسجد للسهو مثال الآن إنسان في الصلاة في الركع الأولى انتهى من الفاتحة وقرأ آية بدل ما يركع سجد بدل ما يركع سجد سجدتين فقام فتنبه أنه ما ركع هل نقول يجبره بسجود سهو لا وإنما يجب عليه أن يركع الآن اللي سواه الآن في السجود كله لاغي هذا التغى يركع ويرفع ويكمل صلاة بشكل طبيعي وبعدين يسجد للسهو الآن صار عنده نقص وزيادة يعني بعض العلم يقول يسجد قبل السلام وبعض العلم يقول يسجد بعد السلام لأنه حصل نقص وزيادة فيرجحون الزيادة عندك الله يبارك فيك ما يتعلق بسجود السهو من حيث الوقت طبعا هو واجب من حيث الحكم الشرعي يجب على الإنسان أن لا يتأخر في قضية سجد السهو مجرد أن أنت من الصلاة يسجد للسهو إذا نسي مثلا مثل بعض الناس ينسى سجد السهو فمتى ما إن ذكره يأتي به في الراجح من أقوال أهل العلم ترجمة نانسي قنقر